دلوقتي معد موجز الأهم الأخبار مع دينا تفضل دينا مشكرك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستهدف الانتهاء من منظومة التأمين الضبي الشامل خلال عشر سنوات بدلا مما كان مقدرا من قبل بخمس عشر سنة وخلال جلسة حوارية بعنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي صحة أفريقيا قال الرئيس السيسي أنه تم إطلاق المنظومة وتطبيقها في خمس محافظات حتى الآن وخلال العشر سنوات سيتم تنفيذ برنامج تأمين طبي شامل لكافة المصريين وفيما يتعلق بمالف المياه قال الرئيس السيسي أن حصة مصر من المياه خمس وخمسين مليار متر مكعب ولم تتغير منذ سنوات وأضف رئيس السيسي أن مصر عملت على تنفيذ برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن مشيرا إلى أن مصر ستكون أول أو ثاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها اختتمت فعاليات البرنامج التدريبية المصمى خصيصا لتدريب عدد 170 متدربا من أعضاء مجلس الدولة وذلك بالأكاديمية الوطنية للتدريب بدرجة مندوب مساعد من دفعة 2018 وتكميل 2013 و2017 وقد تدمن البرنامج التدريبي دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمهارات الشخصية والقيادية وإدارة المشروعات وبعض الموضوعات العامة كذلك بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بطبيعة عمل المتدربين بالتنسيق مع مجلس الدولة حذر الرئيس الروسي بلاديمير بوتين من أن موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا وأضف بوتين أن الهدف من إرسال هذه الصواريخ هو إطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة مشيرا إلى أن الجهود التي تفذلها الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لن تغير أي شيء في ساحة المعركة وجاءت تصريحات بوتين بعدما أعلنت روليات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستزاود أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة وقالت أوكرانيا أن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية أعلنت موسكو إلغاء زيارة وزير الخارجية سيرجي لفروف إلى سربيا بعد أن أعلنت الدول حول سربيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرته ومن جانبها أعتبرت المتحدثة باسم وزارة خارجية روسية ماريا زغاروفا أن إغلاق ثلاث دول أوروبية أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية قطع قناة اتصال أخرى مع روسيا وأوضحت زغاروفا أن موسكو لا تنوي اتباع سياسة السطار الحديدية وأن الدول الأوروبية هي التي تفعل ذلك قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي أنه زار بلدتين قرب جبهة القتال بمنطقة ليست شانسك بإقليم لوهانسك شرق أوكرانيا وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أن زيلينيسكي اطلع خلال الزيارة على الوضع العملياتي على خط الجبهة الدفاعية مشيرة إلى أن الرئيس يتوجه أيضا إلى زابورجيا للقاء سكان من ماريو بول تمكنوا من الفرار من هذا الميناء الاستراتيجي على بحر أزوفا أعلنت كوريا الجنوبية أنها والولايات المتحدة أطلقت ثمانية سواريخ السطح السطح صوب البحر قبالة ساحل كوريا الجنوبية الشرقية وذكرت كالتا يونهاب للأنباء بكوريا الجنوبية أن هذه الخطوة تأتي رضا على إطلاق كوريا الشمالية سواريخ باليستية قصيرة المدى أمس الأول هذا وتواصل كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منورات عسكرية ومشاركة حاملة طائرات الأول مرة منذ سنوات أعلنت المنظمة الصحة العالمية أنه من المرجح إلى حد كبير أن تكتشف دول أخرى حالات جديدة من الفيروس جدر القردة وأن ينتشر الفيروس بشكل أكبر وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 780 إصابة بالجدر القردة في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض وأشهدت المنظمة على أن مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطا ورياضيا حقق منتخب مصر فوزا تمينا على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 سجل هدف منتخب مصر والمباراة الوحيدة مصطفى محمد في الدقيقة الثابعة والثمانين ليحقق للمنتخب الوطني فوزا هاما وثلاث نقاط غالية ورفع منتخب مصر الرصيد إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن ملاوي صاحبة الصدارة بنفس الرصيد من النقاط بينما أصبحت غينيا وإثيوبيا بدون أي رصيد من النقاط والتقي منتخب مصر في الجولة الثانية مع مضيفه منتخب إثيوبيا بينما يواجه منتخب غينيا ضيفه منتخب ملاوي وذلك يوم الخميص المقبل ختم موجة الثامنة فاصل وعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر